من جانبه شكر الرئيس اليمني مصر على وقفتها الجادة إلى جانب الشرعية اليمنية وإدانة الانقلاب الحثي موضحا أنه أطلع الرئيس السيسي على تطورات الأوضاع في اليمن كافة ومشددا على أن انتهاكات الحثيين تهدد أمن البحر الأحمر والمنطقة كافة والشكر مجددا لأخي فخامة الرئيس ومن خلاله لحكومة شعب مصر العظيم على مواقفهم المشرفة والأصيلة إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظرور ومن ذلك وقفتهم الجادة مع الشرعية الدستورية في كل المحافر العربية والإسلامية والدولية وإدانة الانقلاب الحثي ومشاركتهم الهامة في أطار التحالف دعم الشرعية بغيادة المملكة العربية السعودية وهذه المشاركة التي تؤكد مجددا للموقف الثابت لمصر العروبة في معازرة ونصرة اليمن لأنهاء الانقلاب وعودة الشرعية واستعادة الدولة ترجمة نانسي قنقر